مرحبا بحضراتكم مشاهدين الكرام وقد وصلنا إلى المحطة الأخيرة في هذه الرحلة التي انتدت إلى أكثر من 33 حلقة كاملة ما بين سير أعلام ومشاهير القراء في مصر في مصر دولة التلاوة هذه القوة الناعمة التي حبى الله سبحانه وتعالى بها أرض هذه البلد الطيبة فأنبتت هذا النت الطيب من العلماء والقراء الذين خدموا كتاب الله سبحانه وتعالى اليوم نصل إلى هذه المحطة الأخيرة وستكون مع القارئ الشيخ علي حجاج السويسي في مصر دولة التلاوة برحب حضراتكم وبرحب فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمع أهلا بحرف الدكتور أهلا بكم صحبي فضيلة بداية ما الذي كان يميز القارئ الشيخ علي حجاج السويسي رحمة الله عليه الله يرحمه رحمه وسعه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا الشيخ ولد رحمه الله وآله سنة 1926 في الجمالية بس هو أصلا من البداري في أسيوت إنما أبوه كان يشتغل رئيس المحضرين في محكمة من محاكم القاهرة وكان سميع يميز الأصوات حلو كويس وكان يحب القرآن قوي والمقرئين فتمنى لو أن ابنه أصبح قارئ هو اسمه علي وكانوا يسموه السيد علي وأبو حجاج فوده كتاب اللي في الجمالية كتاب الجمالية ده في مين بقى فيه سيدنا الشيخ عبد العزيز الصحار الشيخ عبد العزيز الصحار ده يبقى شيخ شيخي أنا شيخ الشيخ الهامدان وشيخ الشيخ عامر عامر بن عصمان وشيخ المشيخ دي كلها الشيخ الشيخ الزيات فعبد العزيز الصحار ده يعني من طبقة مسعود الجنين بقى اللي هم تنمزة المتولد كبير يعني حاجة بقى إيه زي جبل كده فالشيخ عبد العزيز الصحار كان حاجة تانية إيه التانية إنه هو ما هواش فتح كتاب ده هو كان مش بيحفظ بس ده عنده بيت أكاديمية أكاديمية مركز بحسي مركز إعداد مركز يتولد فيه الحفاظ ثم تسقى للكفاءات يعني شغل على زي ما بيقول المصريين على ما يبهض الشيخ عبد العزيز الصحار ده واحد كبير جدا وما خدش يعني ما ينبغي أن يكون له من الدراسة والشهرة وكذا إلى آخر لكن ده أستاذ الكل بقى دول اللي هو المشايخ اللي إحنا لتقناهم وشفناهم والتلميز نعليهم ده بقى شيخهم يعني ده جدنا دعا عبد العزيز الصحار فراح للشيخ عبد العزيز الصحار حفظ القرآن ولد نابه وصوته حلو وفيه تشجيع في البيت ابتدين بقى يروح للشيخ رفعت ويسمعه ويروح للشيخ عبد الفتاح الشعشاع ويسمعه ويروح للشيخ الناس ده هي كلها يسمع بقى ويتعلم ممارسة كويس لغاية ما فيه في يوم بقى مع سيدنا الشيخ عبد الفتاح الشعشاع وعمل له روحه كارت فرحان بروحه كده هو مبسوط وعمل له روحه كارت كاتب عليه السيد علي حجاك فقال له يا ابني وبسر الكارت كده قال له لا انت ديك مستقبل وادائك كويس وحلو وصدق حلو اعمل ليك اسم زي اسم عشان تتعرف بيه اعمل اسمي يعني غير اسمي قال له لا يعني اعمل لك اسم كويس فرح في الوقت ده ابوه يزور خاله في السويس قعدوا هناك ثلاث شهور غاب الناس افتقدته فين الشيخ علي فين الشيخ علي الشيخ علي في السويس الشيخ علي في السويس فرحوا انطلعين عليه علي السويس اه عشان كده فبقى اسم الشهرة بتاعه السويس الشيخ علي السويس وبقى يكتب السيد علي بدل حجاج وبقى اسمه اسمه علي علي حجاج السويس السويس ومن هذا اليوم وهو أصبح في هذا المقى سنة يعني لما بلغ بقى 25 سنة راح تقدم للإزاع سنة 51 وقبل في الإزاع ووفاس فعلا وكذا إلى آخرين الشيخ علي حجاج السويسي يعني إيه من مدرسة رفاق من مدرسة رفعت يحاول أنه هو يقلد الشيخ رفعت ويبقى من المدرسة بتاعه ولكن استقل بعد كده وسافر كتير يبقى إذن الانتشار الأفقي مع الإزاعة اللي عملته كده بقى يدعى من الخارج لغاية ما دعته مرة الأسرة الحاكمة في الكويت لما راح الكويت خلوه يعمل ختمة مرتلة هي دي بقى اللي نفعت نحن إنه في ختمة مرتلة تعملت له في دولة الكويت والختمة دي موجودة لغاية المعرض الشيخ علي السويسي برضو راح ودرس شوية مقامات والحاجات دي هي درسها في المعهد بتاع الموسيقى العربية يعني درس موسيقى بقى أو مقامات وتخصص درس موسيقى أو مقامات وكل حاجة بس الختمة اللي هو عملها عملها مرتل المرتل ما يبانش فيه قوي الفنون المختلفة والمقامات والمداخل والمخارج القرر والجواب بتاعها وكذا اللي فيه المجود المجود المساحة أوسعة في بيان هذه المقامات وهذا الأمر مصبور في الوقت ده كان فيه أسماء تانية برضو مبيرة كانت موجودة على الساحة في الفترة يعني منتصف القرن عشرين ألف يعني الخمسينات الستينات والسبعينات كانت عمله ازاي كان ازاي قادر نوع تواجد في وسط هذه الكوكبة من الشيخ الحصري والشيخ البنة والشيخ عبدالصمم وغيرهم طبعا هو كان علاقته بالجميع علاقة جيدة وهو مات عنده ستة وسبعين سنة في خلال هذا من ستة وعشرين لستة وسبعين هو مات ألفين واثنين ألفين واثنين فهو كان عنده ستة وسبعين سنة في خلال هذه الفترة كانت علاقته علاقة طيبة مع جميع القراءة وتنقل ووزارة الأوقاف حطته في كذا جامع لكن قال به الأمر في النهاية إلى مسجد الفتح اللي هو اسمه ولاد عنان اللي موجود في رمسيس مسجد ولاد عنان مسجد الفتح اللي هو مسجد الفتح اللي هو في رمسيس اللي هو في رمسيس ده أصلا اسمه ولاد عنان ولاد عنان دول عيلة عنان دول من ولاد سيدنا عمر بن الخطاب مباشرة يعني فعلا نسابه لا مباشرة وثابت هذا ما فيهاش كلام العيلة دي بنته زمان وكان يتكلم عنه أحمد أمين في معجم العادات والتقاليد المصرية ويقول عليه شوية حاجات كتيرة بعد ما جددته الوزارة كانت المدنة بتاعته هي أعلى مدنة موجودة فيك يا قاهرة القاهرة يقولوا كانوا عليها زمان الألف مئزانة دلوقتي ما شاء الله فيها أربعة آلاف لكن المئزانة دي بتاعت الفتح أعلى وحدة فيه إلى الآن إلى الآن مسجد الفتح بقى هو استقر في مسجد الفتح لكن تكاثرت عليه الطلبات من داخل مصر ومن خارج مصر ولذلك تجدوا من الحاجات المرسولة أنه عطمر خمستاشر مرة خمستاشر مرة كل ما يروح السعودية علشان يقرأ أو كذا إلى آخره فسبحان الله اعتمر خمستاشر مرة حج عشر مرات حج عشر مرات وده طبعا مبلغ كبير من المرات لكن ظهر دول كثيرة جدا وكان له قدم صدق في هذه الدول رحمه الله تعالى فهو لما مات بقى 2002 يعني نساب لنا بقى الختمة اللي هي عملها في دولة الكويت رحمة الله عليه أستاذنا حضرتك نخرج فاصل قصير ونستكمل بعض الفاصل بإذن الله إن شاء الله شكرا لحضرتك أرجوكم خليكم معنا القارئ صاحب الفكر هو يتبع مدرسة الخشوع أشعر وكأنه يرتدي عباءة الشيخ محمد رفعت إحساساً وتدرعاً وتذللاً ولكن كان عشقاً للشيخ كاملوس في البعديني نفس الصراخات التي كان يذهب إليها عمل خلطة رائعة يبدأ بقرار البيات يذهب إلى الرصد يصعد للبيات هنا منطقة العمليات الصبا الفكر في الأداء يعني ورد عن الشيخ مصطفى اسمعيل رحمه الله وهذا درس لأولادنا حتى يتعلموا كيف كان فكر هؤلاء القراء وكان يقرأ في غرفة تجمع ثلاثة من العمالقة الشيخ مصطفى اسمعيل الشيخ علي حجاج السويسي والشيخ عبد الباصل تخيل أن غرفة تجمع هذه المدارس الثلاثة وإذا بالشيخ علي حجاج السويسي يقرأ قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين بصوت هادئ ردت شيخ مصطفى اسمعيل رحمه الله وصاحب فكر قال يا شيخ علي أنا أشعر أنها موافقة بتردد لابد أن تكون موافقة بعزيمة بإصرار بقلب كما يقولون هكذا يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين بمقام العجم الذي يعبر عن القوانين والأمور المسلمات وإذا برد عبقري من مدرسة ألا هو الشيخ علي حجاج السويسي قال أردت أن أظهر الاستسلام والموافقة والتأدب من سيدنا اسمعيل حينما يرد على أبي حقا شيخ علي حجاج السويسي ويكتب تاريخا بحروف من نور في رحاب المخلصين لكتاب الله تعالى والمقيمين لشعائره فلط الدكتور اسمح لي أولاً أنا أشكر حضرتك وإحنا في نهاية الموسم الرابع لأن حضرتك الربطنا من هؤلاء القراء والقامات الكبيرة بنسمعهم في القرآن الكريم وفي أماكن مختلفة ولكن معاشناش معاهم عمرنا زي معاشناهم مع حضرتك الأيام اللي فاتت فجزاكم الله عننا كل خير يعني أولاً شكراً لك على هذا الشكر لا عفوا أنا وإن كان هذا أمر يعني واجب وينبغي علينا جميعاً أن نعلي شأن القرآن وشأن القرآن طبع ولكن الحقيقة يمكن توافقني الرأي إن السنة دي الحلقات كان عليها نورانية لم تكن في نورانيات السابقة السنة دي البركة زيادة أوي يعني لما عملنا أرض الأنبياء مع بعضه وبعدين عملنا أرض الصالحين صالحين وبعدين أرض المجددين يعني بزلنا جهد حسنا يمكن شوية بمجهود لكن المرة دي الحقيقة الحقيقة وقال يعني كأن أنوار القرآن يعني شملتنا ومشت الأمور بسلاسة ولطافة نستشعر أو أنا أستشعرها وأظن وإحنا كمان أن الجميع يستشعر الحمد لله هذا التيسير صحيح والسهولة واللطافة فرضي الله تعالى عن هؤلاء القراء في الأنبياء ثم في الصالحين ثم في المجددين كان هناك يعني كلام نقدر نقول أو نوصفه إنه شوية علمي أو كان فيه معلومات وأنا أتذكر مثلا أخونا الدكتور زاهي حواس نعم لما جه اعترض على حاجة كده وردنا عليه ساعته إلى أخير طبع وروحنا يعني عند أحد الإخوة الكرام في بيته وافطرنا مع بعض علشان يعني قال لي طيب الحظ لله قال ما يكونش في النفوس الحقيقة طبعا ما فيش في النفوس الحقيقة طبعا قمات كبيرة طبعا طبعا لكن لكن احنا في السنة دي الحقيقة وكأن شيئا زيادة عن البركة وزيادة عن الرحمة وزيادة عن السكينة نعم احنا بنحس به في صحيح البرنامج عندما تكلمنا على هؤلاء بس عايز إن أنا أنبه على حاجة يمكن تكون واجبة وهيسألها بعض الناس وبس كررناها احنا كذا مرة إنما بكررها تاني وأؤكد عليها وبتقل عليها بتبت عليها زي ما كنا بنقول في حفظ القرآن وهي إن اللي احنا عملناه دا دا مثال نعم ويجب إن احنا نمد ستة كده احنا عندنا في مدود التجويد يقول لك ايه في مد ستة حركات بس طبعا ما فيش موجب للمد هنا إنما احنا بنمد ليه بقى علشان التنبيه يعني فنقول دا مثال لكم هائل من القراء يستحيل إن احنا نستوعب ولاد قراء كتير ممن اثروا مصر وممن هم متقدمين في هذا المجال هيسألهم هيقول الله طب فين ابونا ليه ما زكرتوه شابون اولا بنقدم لهم كل الاعتذار وثانيا بنقول لهم يعني احنا ذكرينهم في قلوبنا وذكرينهم في اسمعنا وذكرينهم في حياتنا وإن المثال اللي احنا ضربنا بالقراء البسيط في العدد اللي احنا عملناها القوية في الزكر نعم بيوسل حجر واحد فيه هرم كبير بتتمتع به مصر الحمد لله من قراءها الأفاضل الأكابر الأكارم اللي احنا يعني عايشين في خيرهم وعايشين في بركتهم الحمد لله بركة والحمد لله وفضل من الله الحمد لله طيب بعد يعني استعراض فضلتك لهذا الكام والكوكبة من القراء حضرتك استعراضتهم وشرحت سير حياتهم ومحطاتهم بمنتهى الأمانة العلمية والمحبة المتساولة نعم ولكن أكيد في أزهان ساد المشاهدين بعد هذه الحلقات بيسألوا طب يا ترى مين الشيخ المفضل عند أو المحبب أو الأقرب إلى قلب دكتور علي جمعة واللي دايما بيحرص على سماعه كده في البيت أو في الاصطراحة وهو قاعد في خلوة مع نفسه هقول لحضرتك حاجة لأنه ده السؤال ده يعني زي سؤال امتحان صعب خالص والله إنما لا مش سؤال محرج لا هو مش محرج لكن القضية القضية إن دي الناس دي مواهب ربانية ومنح سمضانية فهم عاملين زي المكعب عارف الكعبة مضبوط فأنت عايز تقول لي إلى أي وجه أو ضل من أضلع الكعبة تحب أن تصلي الحقيقة إنه من ناحية التعلم والتعليم والذي نشأنا عليه حتى نجيد التلاوة الشيخ محمود خليل الحصر نعم رحمة الله من ناحية تمتع الاستماع والخشوع والخضوع الشيخ محمود صديق من شاء رحمة الله من ناحية التحليق في الملأ الأعلى الشيخ رفعط نعم الله يرحمه واخي البلاج ازاي نعم من ناحية المنح الربانية في يزيده في الحلق ما يشاء اللي قراء الشاز اللي هو الجمال والكمال كله الشيخ مصطفى اسماعيل نعم صحيح مواهب ربانية ومنحة الملضانية وعلى كل حال أنا أجبت ما تقوليش طب ومين فيهم أنا عرفت طب طب قولي لاحسن ايوة اقول طيب طلد الشيخ محمد صديق المنشاوي محمد صديق المنشاوي لأنه ده السماع اليومي اللي هو والحصة بتاعتنا هي محمد صديق المنشاوي نعم رحمة الله طيب أنا أستأذم فضلتك يعني والسنة الحميدة يعني دايما نحن بنختتم السنة والموسم اللي احنا قدمناها لحضرات سادة المشاهدين اللي باستحقوا مننا ديمن كل خير إن احنا بنختتموا بدعاء من فضلتك دعاء لمن ذكرناهم من القراء ممن لم نذكرهم من القراء دعاء للمشاهدين جميع ودعاء لمصر وللعالم كله إن شاء الله نقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وهداية لنا ونور به قلوبنا وقبورنا وقبورنا اللهم يا أرحم الرحمين أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا ربنا استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم يا ربنا أحشرنا تحت لواء نبيك واصقنا من يديه شربة ماء لا نضمأ بعدها أبدا ثم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سبقة عقاب ولا عتاب وافتح علينا فتوح العارفين بك وعلمنا الأدب معك واسلك بنا الطريقة إليك وأعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا فاهدنا في من هديت وعافنا في من عفيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما عطيت واصرف عنا شر ما قضيت يا ربنا هذا حالنا لا يخف عليك وعلم كل ذلك بيديك ونحن في حاجة إلى رحمتك ولست في حاجة إلى مؤاخذتنا اللهم يا ربنا احمي مصر بجيشها وشرطتها ودولتها وشعبها وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم يا ربنا نعوذ بك من البلاء والغلاء والوباء اصرف عنا السوء بما شئت وأن شئت وكيف شئت ومكن لنا في الأرض يا أرحم الراحمين وانقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك اللهم جازي عنا مشايخنا وقرأنا يا رب العالمين خير ما جازيت قراء لكتابك الكريم عن أمتهم فاللهم يا ربنا إنهم سبقون إليك في دار الحق فشفعهم فينا وجازهم عنا خيرا جزاء وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأزواجا خيرا من أزواجهم وأبناءا خيرا من أبنائهم اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا يا رب العالمين استجب دعائنا فاشف مرضانا وارحم موتانا واغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا واجعلنا من مستجاب الدعاء نتوسل إليك باسمك العظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تعطينا خير الدنيا والآخرة وأن تجعل الدنيا في أيدينا وأن لا تجعلها في قلوبنا يا رب العالمين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحيد آمين اللهم صلي وسلم وبركة فضلت الدكتور كل عام وحضرتك بخير كل سنة أنتم طيبون والمشاهدون طيبون في هذه الأيام المباركة وهذا البرنامج الذي يدع في أيام وليالي مباركة وفي أيام محل للإستجابة وأيام رضى الله سبحانه وتعالى نعم شكرا جزيلا لحضرتك ونرى حضرتك على خير إن شاء الله دوما شكرا جزيلا فضلت الدكتور العلامة والعالم الجليل الأستاذ الدكتور عليكم وشكرا لحضرتك وشكرا لحضرتكم مشاهدين الكرام نرجو أن نكون قد وفغنا فيما قدمنا إليكم خلال الأيام الماضية شكرا لكم ونراكم على خير بإذن الله إلى اللقاء